تتمت رواية الأبله للكاتب الروسي فيودار ميخايلوفيتش دوستويفسكي إذا كان يعجبكم هذا المحتوى المرجو أن لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك شكرا لكم والآن مع الفصل الواحد والثلاثون إن الحادث الذي وقع في الفوكس هول قد سعق الأم والبنات سعقا إن صح التعبير فكانت إليزابيت بروكوفيفنا وهي تحت وطأة الإضطراب والإنفعال والقلق تقتاد بناتها هاربة بما يشبه الركض على طول الطريق المؤدي من المحطة إلى الدار وكان في رأيها أن أمور كثيرة قد انكشفت أثناء ذلك الحادث حتى لقد أخذت تنبت في ذهنها رغم الإضطراب والدر أفكار معينة حاسمة وأدرك الجميع على كل حال أن شيئا شاذا غير عادي قد وقع وأن هناك سرا خارقا لعله أخذ ينكشف إن أوجين بافلوفيتش رغم التأكيدات والشروح السابقة التي قدمها الأمير شيتش قد سقط القناع عن وجهه وظهر على حقيقته وثبثت بوثا قاطعا على أن له علاقة بتلك المخلوقة ذلك كان رأي إليزابيت بروكوفيفنا وحتى أن هذا كان رأي ابنتيها الكبيرتين أيضا غير أن هذا الاستنتاج لم يزد على أن ضاعف الألغاز والأحجيات إلى الآنستين في قرارة نفسيهما قد ساءهما ذلك الذعر الرهيب وذلك الفرار الفاضح من جهة أمهما ولكنهما لم تشاء في غمرة إذ طراب اللحظة الأولى أن تروعها مزيدا من الترويع بأسئلتهما لقد كانت تحسان أن أختهما الصغرى أجلايا إيفانوفنا ربما كانت تعلم من أمر هذه القضية ما لا تعلمان وما لا تعلم أمهما أما الأمير شيتش فكان مكفهر الهيئة مظلم الوجه غارقا في تأملاته هو أيضا لم توجه إليه إليزابيت بروكوفيفنا طوال الطريق كلمة واحدة ولكن لم يبدو عليه أنه انتبه إلى صمتها هذا وقد ألقت عليه أديلايد مرارا هذا السؤال من هو ذلك العم؟ وما الذي حدث ببيترسبورغ؟ فكان لا يزيد على أن يجمجم بلهجة مريرة مجيبا إجابة غامضة قائلا إن هناك معلومات يجب السؤال عنها وإن المسألة كلها عجيبة مستحيلة على كل حال قالت أديلايد تجيبه وقد عدلت عن الإلحاح في السؤال لا شك في هذا وأظهرت أجلايا هدوءا خارقا كل ما هناك أنها أثناء الطريق نبهت إلى أن سيرهم سريع مصرف في السرعة وفي لحظة من اللحظات نظرت وراءها فلمحت الأمير محاولا اللحاق بهم فابتسمت ابتسامة فيها شيء من السخرية ثم لم تلتفت بعد ذلك إلى جهته قط وعند عتبة الفيلال تقريبا التقوا بإيفان فيدوروفيتش الذي كان قد وصل من بيترسبورغ منذ برهتهم فهب الآن إلى لقائهم وكانت الكلمة الأولى التي قالها هي أنه سأل عن أوجين بافلوفيتش ولكن زوجته مرت بقربه متوحشة الهيئة ضارية السحنة دون أن تجيب بل ودون أن تنظر إليه وسرعان ما قرأ في أعين بناته وفي عيني الأمير شيتش أن عاصفة قد ألمت بالمنزل وعلى كل حال فقد كان وجهه حتى قبل أن يدرك ذلك يعبره ونفسه عن قلق غير مألوف لم يلبث أن أمسك ذراع الأمير شيتش فأوقفه أمام الفيلال وتبادل معه بضع كلمات بصوت خافت فلما صعد إلى الشرفة بعد ذلك للحاق بإليزابيت بروكوفيفنا كان الناظر إليهما يستطيع أن يعرف من رؤية وجههما أنهما قد اطلعا على نبأ خارق والتأم الجمع كله أخيرا في الأعلى بجناح إليزابيت بروكوفيفنا ولم يبقى إلا الأمير جلس في ركنين كأنه ينتظر شيئا ما كان هو نفسه لا يعلم لماذا بقاؤه هناك ولم يخطر بباله أن ينصرف وهو يرى هذا الإضطراب الذي شمل المنزل لكأنه قد نسي الكون بأسره وكأنه مستعد لأن يبقى مصمرا سنتين متواصلتين في المكان الذي يمكن أن تضعه فيه وكانت تصل إلى مسامعه من فوق بين الفينة والفينة أصداء مناقشة حامية الوطيس لا يدري كم قضى من الوقت جالسا في ذلك الركن ولكن المساء قد جاء وأخذ الظلام يعم وفجأة ظهرت أجلايا على الشرفة كانت تبدو هادئة ولكنها شاحبة الوجه قليلا وابتسمت ابتسامة يخالطها شيء من الدهشة حين رأت الأمير الذي كانت لا تتوقع طبعا أن تراه هناك جالسا على كرسين سألته وهي تدنو منه ماذا تفعل هنا؟ فتمتم الأمير ببضع كلمات مضطربة وأسرع ينهض ولكن أجلايا لم تلبت أن جلست قربه فعاد يجلس تفرست فيه بنظرة سريعة لكنها متفحصة ثم سرحت ببصرها من خلال النافذة دون أن تكون لها نية معينة ظاهرة وعادت تحضق إلى الأمير وتتفرس فيه أتراها تريد أن تأخذ في الضحك؟ لا لو كانت تريد ذلك لما أمسكت عنه قالت بعد صمت هل تريد قليلا من الشاي؟ إن شئت أمرت لك بشاي لا لا أدري كيف لا تدري؟ أتريد أن تشرب شيئا من الشاي أم لا تريد؟ بالمناسبة إذا دعك أحد إلى مبارزة فما عساك تفعل؟ هذا سؤال كنت أريد أن ألقيه عليك ولكن من ذا الذي؟ لا يمكن أن ينتوي أحد دعوتي إلى مبارزة هب ذلك حدث فهل تخاف؟ أعتقد أنني سأخاف سأرتع إرتيعا شديدا حقا أنت إذن جبان؟ لا قد لا أكون جبانا فمن خاف ولم يهرب فليس جبانا كذلك قال الأمير وهو يبتسم بعد لحظة تفكير فسألته أجلايا وأنت ألا تهرب؟ فقال وهو يضحك أخيرا لهذه الأسئلة قد لا أهرب فقالت بشيء من غضب أما أنا فلا أهرب بحال من الأحوال رغم أنني امرأة ثم إنك تسخر مني وتتلاعب تلاعبك المعهود لتزيد الاهتمام بك قل لي هل جرت العادة بأن يتم إطلاق النار في المبارزات على مسافة إثنتي عشر خطوة؟ بل وعلى مسافة عشر خطوات أحيانا إذا صدق هذا كان مؤكدا أن يقتل المتبارز أو أن يجرح ينظر أن لا تطيشت طلقة في المبارزات كيف؟ لقد قتل بوشكين ربما كان ذلك مصادفة لا كانت المبارزة مبارزة موت موت وقتل لا شك أن الرصاصة أصابته في موضع أدنى من النقطة التي صوب إليها دانتاس وهي الصدر أو الرأس ما من أحد يصوب إلى النقطة التي يصيبها ولقد كان جرح بوشكين إذن نتيجة مصادفة وثمرة خطأ في التسديد إن أناسا متخصصين هم الذين قالوا لهذا الكلام وأنا كلمت في الأمر جنديا ذكر لي أن النظام يجب على الجنود أن يصوبوا إلى منتصف الجسم حين يصوبون ذلك هو التعبير الوارد في النظام منتصف الجسم فالتسديد لا يكون إذن لا إلى الصدر ولا إلى الرأس وإنما يكون في وسط الجسم وحين سألت أحد الضباط بعد ذلك في هذا الموضوع أكد لي صحة هذا الزعم هذا يصدق على التصويب من مسافة بعيدة وهل تحسن أنت التصويب؟ لم أطلق رصاصة في حياتي هل يمكن أن يكون صحيحا أنك لا تعرف حتى كيف تحشو مسدسا؟ بل أعرف الطريقة لكنني لم أحاول أن أمارسها بنفسي معنى هذا أنك لا تعرف فهذه عملية تقتضي ممارسة عملية أصغي إلي وأحفظ ما أقوله لك تشتري في أول الأمر بارود مسدس يجب أن لا يكون البارود رطبا بل جافا جدا يبدو أن هذا ضرورة لا غنى عنها ويجب أن يكون مسحوقا دقيقا ناعما أطلب هذا النوع من البارود وإياك أن تشتري بارودا من بارود المدفع أما الرصاصات فيظهر أن على المرء أن يتولى صبها بنفسه هل عندك مسدسات؟ أجاب الأمير وهو يضحك فجأة لا ولا حاجة بي إليها آه يا للحماقة لا تنسى أن تشتري مسدسات مسدسات جيدة اختر منها نوعا فرنسيا أو إنجليزيا يقال إن المسدسات الفرنسية والإنجليزية هي خير المسدسات وخد بعد ذلك مقدارا من البارود مقدارا يكفي لملء كستبان خياطة أو كستبانين اثنين وأفرغ البارود في معصورة المسدس ولأن يكون مقدار البارود أكثر من اللازم خير من أن يكون أقل ثم احش المعصورة لبادا يظهر أن اللباد لا غنى عنه لا أدري لماذا في وسعك أن تحصل على اللباد من أي مكان في وسعك أن تأخذه من فراش مثلا أو من أبازيم الباب وبعد أن تدس الحشوة تدخل الرصاصة هل فهمت؟ البارود أولا والرصاصة بعد ذلك وإلا لن تخرج الطلقة لماذا تضحك؟ أريد أن تتمرن على إطلاق النار كل يوم عدة مرات وأن تتعلم كيف تسدد إلى هدف فتصيبه هل ستفعل؟ كان الأمير ما يزال يضحك فقرعت أجلايا الأرض بقدمها غاضبة تحير الأمير من كل هذا الجد في حديث كهذا الحديث كان يحس إحساسا غامضا بأن عليه أن يستعملها بعض النقاط وأن يلقي عليها بعض الأسئلة عن موضوعات هي أخطر شأنا من طريقة حشو المسدسات على كل حال ولكنه نسي لم يبقى لديه إلا إحساس واحد هو أنه يراها جالسة أمامه وحيدة وأنه ينظر إليها أما ما قد تحدثه عنه وتكلمه عليه في تلك اللحظة فأمر لا يكاد يعنيه وأخيرا نزل إيفان فيدوروفيتش نفسه من الطابق الأعلى وظهر على الشرفة كان يهم أن يخرج وكان كالح الهيئة متجهم الوجه مشغول البال ثابت العزم فلما رأى الأمير هتف يسأله رغم أن الأمير لم تبدو عليه أي حركة تدل على أنه يريد الإنصراف آه ليون نيكولايفيتش هذا أنت إلى أين أنت ذاهب الآن تعالى هناك كلمة أريد أن أقولها لك قالت أجلايا وهي تمد يدها للأمير إلى اللقاء يا أمير كانت الشرفة قد خيم عليها الظلام بحيث أن الأمير لم يستطع في تلك اللحظة أن يميز قسمات الفتاة تمييزا واضحا وبعد دقيقة بينما كان هو والجنرال قد خرج من الفيلال إحمر إحمرارا رهيبا على حين فجأة وقلص يده اليمنى تقليصا قويا واتفق أن كان على إيفان فيدوروفيتش أن يسير في طريق الأمير ذاته إنه رغم تأخر الوقت يريد الذهاب إلى شخص من الأشخاص بسرعة لإبرام صفقة فأخذ أثناء الطريق يحدث الأمير بلهجة متعجلة وكلام مضطرب مفكك كان اسم إليزابيت بروكوفيفنا يتردد ذكره على لسانه كثيرا فلو كان الأمير أقدر على الانتباه في تلك اللحظة فلربما استطاع أن يدرك أن محدثه كان يحاول أن يستمد منه بعض المعلومات أو قل أن يلقي عليه سؤالا معينا ولكن دون أن يستطيع مواجهة النقطة الأساسية يجب أن نذكر أن الأمير كان من الإضطراب والبلبلة والذهول بحيث لم يسمى بداية الكلام الذي قال له الجنرال فلما تصمر الجنرال أمامه ليلقي عليه سؤالا حادا إذ ضر أن يعترف بأنه لم يفهم شيئا فما كان من الجنرال إلا أن رفع كتفيه ثم استأنف كلامه فعاد يقول متضفقا ما أعجبكم كلكم من جميع النواحي أقول لك إنني لا أفهم شيئا البتة من خواثر إليزابيت بروكوفيفنا وأنواع الجزاء والهلع التي تنتابها إنها تتقلب بين جميع حالات الإضطراب وتنشج باكية وتقول إننا احتقرنا وازدرينا وإن صمعتنا ساءت وكرامتنا أهينت وشرفنا تلطخ من فعل بنا هذا؟ كيف تم؟ مع من جرى؟ متى حدث؟ لماذا وقع؟ إنني أعترف بأن لي عيوبا فادحة وأخطاء كبيرة ولكن نطيشة تلك المرأة المتطربة التي تسلك فوق ذلك سلوكا شائنا أمر يمكن أن تضع له الشرطة حدا إنني أنوي منذ اليوم أن أذهب إلى أحد وأن أتخذ إجراءات وكل شيء يمكن أن يسوى بهدوء وسكينة ورفق بل وبمضارات ومراعات ودون أي فضيحة أو جرسة وذلك بالاعتماد على بعض العلاقات وإنني لا أعترف أيضا بأن المستقبل يحمل أحداثا كبيرة وأن أمورا كثيرة تحتاج إلى إضاح نحن بصدد مؤامرة ولكن إذا كان لا يوجد هنا أحد يعرف شيئا وإذا كان لا يوجد هناك أحد يعرف شيئا كذلك إذا كنت أنا لم أسمع بشيء وإذا كنت أنت لم تسمع بشيء وإذا لم يكن ثالث ولا رابع ولا خامس قد سمع بشيء أيضا فإنني لا أسألك فمن ترى يكون على علم بالأمر كيف تعلل أنت هذا اللهم إلا أن نسلم أننا إزاء صراب أو شبه صراب وأننا إزاء ظاهرة كضوء القمر أو طيوف الأشباح تمتم الأمير يقول وقد تذكر فجأة على ألم شديد كل ما جرى في النهار هي مجنونة لنسلم بهذا إذا كنت عن تلك المرأة تتكلم لقد فكرت أنا في الأمر مثل تفكيرك تقريبا وارتحت إلى هذا الرأي لكنني ألاحظ أن تفكيرهم كان أسلم وأصبحت لا أعتقد بأنها مجنونة صحيح أن هذه المرأة يعوزها الحس السليم ولكنها ليست مجنونة إن اندفاعها في الكلام اليوم بصدد كابيتون أليكسييفيتش يدل على ذلك دلالة قاطعة إنها تتصرف تصرف وقد حقير أو تصرف يسوعي ماكر لتبلغ هدفا معينا من؟ كابيتون أليكسييفيتش آه ليون نيكولايفيتش إنك إذن لا تصغي إلي البتة لقد كانت بداية كلامي إليك عن كابيتون أليكسييفيتش لقد بلغت من الإضطراب لهذا الأمر أن ذراعية وصاقية ما زالت ترتعد وذلك هو السبب في أنني رجعت اليوم من المدينة متأخرا هذا التأخر كله كابيتون أليكسييفيتش رادامسكي عم أوجين بافلوفيتش هدف الأمير ماذا؟ أطلق النار في رأسه هذا الصباح عند الفجر الساعة السابعة كان شيخا محترما في نحو السبعين من عمره أبي قوريا وكما قالت هي تماما اختلس من مال الدولة اختلس مبلغا ضخما من أين استطاعت أن؟ أن تعرف هذا؟ ها ها لقد تكونت لها أركان عامة بكاملها هل تعرف أي شخصيات تختلف إليها الآن أو تلتمس شرف التعرف بها؟ فلا عجب أن يكون بعض زوارها الذين وصلوا من المدينة قد أطلعوها على شيء ما لأن بيترسبورغ كلها تعرف النبأ الآن كما يعرف على كل حال نصف سكان بافلوفيسك أو ربما جميعهم ولكن ما أمكر الملاحظة التي قالتها على ما روي لي عن وظيفة أوجين بافلوفيتش أي عن حسن اختياره للوقت المناسب للاستقالة يا لها من غمزة جهنمية لا لا إن هذا لا يدل على جنون طبعا أنا أرفض أرفض أن أصدق أن أوجين بافلوفيتش قد أمكنه أن يتنبأ بالكارثة أي أن يعلم أنها ستحدث يوم كذا ساعة كذا من الصباح إلى آخره ولكن لعله أوجس هذا قبل حدوته حين أتذكر كيف أن الأمير شيتش وأنا ونحن جميعا كنا مقتنعين بأنه سيارة عمه شيء فضيع على كل حال افهم مني ما أقول إنني لا أتهم أوجين بافلوفيتش أي اتهام ها أنا ذا أسارع إلى الإعلان ذلك لك غير أن في الأمر شيئا مشبوها هذا لا شك فيه إن الأمير شيتش قد بلغ ذروة التعجب والذهول لقد جرت الأمور كلها مجرا غريبا لا حد لغرابته ولكن ما هو الشيء المشبوه في سلوك أوجين بافلوفيتش لا شيء البتة لقد تصرف تصرفا سليما لا غبار عليه ثم إنني لم أغمز أي غمز يقدح فيه أظن أن ثروته الشخصية لا مرأة فيها إن إليزابيت بروكوفيفنا لا تطيق طبعا حتى أن تسمع ذكر اسمه ولكن الأمر الأخطر هو أن الكوارث المنزلية كلها أو كل هذه الهموم العائلية أوه أصبحت لا أعرف كيف أسميها إنك أنت يا ليون نيكولايفيتش صديق للأسرة حقا فإليك إذن ما عرفناه منذ قليل رغم أن الأمر ليس مؤكدا محققا بعد لقد عرفنا أن أوجين بافلوفيتش قد صارح أجلايا منذ أكثر من شهر وأنه فيما يظهر قد تلقى منها رفضا قاطعا هتف الأمير قائلا بحرارة غير ممكن قال الجنرال وهو يرتعش ذهشة ويقف متصمرا في مكانه ولكن هل أنت على علم بشيء؟ لعلني يا صديقي العزيز قد أخطأت وجافيت الكياسة واللباقة حين حدثتك عن هذا ولكنني إنما فعلت لأنك لأنك شخص قد يكون مثله على علم بشيء أتراك تعرف شيئا ما؟ دمدم الأمير يقول لا أعرف شيئا عن أوجين بافلوفيتش ولا أنا أنا يا صديقي العزيز قد حلفوا لا يدفننني لا يقبرنني إنهم لا يريدون أن يدركوا أن هذا يشق على نفس رجل وإنني لن أحتمله إذ أن منذ قليل لن أحتمله منذ قليل قام مشهد رهيب إنني أكلمك كما يكلم أب ابنه أقسام في الأمر أن أجلايا تشبه أن تسخر من أمها وأن تهزأ بها أما الرفض الذي لعلها قابلت به أوجين بافلوفيتش منذ شهر وأما المصارحة القاطعة لعلها تمت بينهما فهذه تخمينات أختها وهي تخمينات قد تكون صحيحة على كل حال لكن أجلايا إنسانة متسلطة مستبدة غريبة الأطوار ذات نزوات إلى حد لا يستطيع المرء أن يتصوره صحيح أنها تملك جميع اندفاعات الروح النبيلة وجميع مزايا القلب والفكر اللامعة إنني أسلم بهذا لكنها ذات تصرفات عجيبة وسخرية مسرفة إن لها طبعا شيطانيا وإن لها شطحات شادة منذ قليل تهكمت صراحة على أمها وعلى أختيها وعلى الأمير شيتش ناهيك عني أنا أنا الذي قلم أنجو من سخريتها ولكن من أنا؟ أنت تعلم مدى ما أحمله لها من حب حتى في سخريتها ويخيل إلي أن هذا هو السبب في أن هذه الشيطانة الصغيرة تحبني حبا خاصا أعني أنها تحبني أكثر من سائر الآخرين أراهن أنها قد أتيح لها أن تمارس سخريتها عليك أنت أيضا لقد رأيتكما منذ قليل منهمكين في الحديث بعد الزوبعة التي قامت فوق كانت جالسة إلى جانبك كأن شيئا لم يحدث إحمر الأمير إحمرارا رهيبا وقلص يداه لكنه لم ينطق بكلمة قال الجنرال فجأة بحرارة وتضفق يا عزيزي الطيب ليون نيكولايفيتش أنا وحتى إليزابيت بروكوفيفنا التي عادت تحمل عليك وتقول فيك السوء وتعاملني هذه المعاملة نفسها أنا أيضا بسببك لا أدري لماذا نحن نحبك مع ذلك نحبك حبا صادقا ونقدرك رغم كل شيء أعني رغم المظاهر ولكن اعترف أنت نفسك يا صديقي العزيز اعترف أنت نفسك أنه لغز مفاجئ ونبأ فضيع أن نسمع هذه الشيطانة الصغيرة وكانت عندئذ واقفة أمام أمها هناك متصمرة تصطنع أعمق الاحتقار لجميع أسئلتنا ولسيما الأسئلة التي كنت ألقيها عليها أنا ذلك أنني قد ارتكبت حماقة فتكلمت باللهجة القاسية التي ينبغي أن يتكلم بها رب أسره تبلي لقد كنت أحمقا غبيا أقول أن نسمع هذه الشيطانة الصغيرة تذكر تفسيرا لا يبدو ولا يدور بخلد أحد تذكره بلهجة باردة وهيئة ساخرة فتقول إن تلك المجنونة تلك هي الكلمة التي استعملتها وقد أذهشني أن أسمعك تقرر جملتها نفسها كيف لم تستطعوا أن تلاحظوا ذلك من قبل إن تلك المجنونة قد وضعت في رأسها أن تجعلني أتزوج الأمير ليون نيكولاي فيتش مهما كلف الأمر وذلكم هو السبب في أنها تحاول إجلاء أودجين بافلوفيتش عن بيتنا ذلك هو كل ما قالته ثم انفجرت ضاحكة ضحكا مجلجلا قبل أن تضيف أي تشروح أخرى ففغرت أفواهنا من شدة الذهول وخارجت هي صافقة باب الغرفة صفقا قويا ثم روي لي الحادث الذي وقع اليوم بينها وبينك واوا اسمع يا صديقي العزيز ما أنت بالرجل الذي يتأدى بسرعة بل أنت رجل عاقل رصين كما لاحظت أنا ذلك ولكن لا تزعل إذا قلت لك إنها تضحك عليك يمينا إنها تضحك عليك تضحك عليك ضحك طفلا فما ينبغي لك أن تأخذها وأن تحمل لها ضغينة ولكن ولكن الأمر هو كذلك لا يذهبن بك الخيال بعيدا إنها تتسلى بك كما تتسلى بنا نحن أيضا تسجية للوقت وملأ للفراغ لا أكثر هيا إلى اللقاء إنك تعرف عواطفنا نحوك وتعرف مدى صدقها وهي ثابتة لن يغيرها شك ولكن يجب علي أن أدخل هنا نادرا أن كنت في حياتي معتكر الميزاج أهذا هو التعبير المستعمل؟ كما كنت اليوم يا له من استياف بقي الأمير وحده في المنعطف ثم ألقى ندرة حواليه وأسرع يقطع شارعا فيقترب من نافذة مضاءة بإحدى الفلات فيفض هناك ورقة صغيرة ظل قابضا عليها قبضا قويا بيده اليمنى طوال مدة الحديث الذي جرى بينه وبين إيفان فيدوروفيتش فيقرأ عليها في الضوء الخفيف الخارج من تلك النافذة معي لي غدا في الساعة السابعة من الصباح سأكون على الدكة الخضراء في الحديقة وسأنتظرك لقد قررت أن أحدثك في أمر هم جدا يتعلق بك مباشرة حاشية آمل أن لا تطلع على هذه الرسالة أحدا لقد شعرت بشيء من تأني بالضمير وأنا أصدر لك هذه التوصية بالكتمان ولكن إذا فكرنا في الأمر ماليا وجدنا أنك تستحقها وحين أضفتها تصورت طبعك المضحك فحمر وجهي شعورا بالخجل حاشية ثانية هي تلك الدكة نفسها التي رأيتك إياها منذ قليل لا بد أن تشعر بالخزي من اذترار إلى التوضيح والتحديد مرة أخرى كانت الرسالة قد كتبت على عجل وطويت بإهمال قبل نزول أجلايا إلى الشرفة بلحظة قصيرة في أغلب الظن شعر الأمير بانفعال عارم عنيف لا يغالب انفعال يشبه أن يكون جزعان ثم قبض على الورقة الصغيرة بيده قبضا قويا من جديد وابتعد عن النافذة المضاءة متعجلا تعجل للصن فاجأه أحد ولكن هذه الحركة المباغذة ألقته إلى سيد كان وراءه تماما قال هذا السيد إنني أراقبك وأرصدك يا أمير فهتف الأمير يقول مدهوشا أهذا أنت يا كيليلر كنت أبحث عنك يا أمير انتظرتك عند حواف في فيلا لأسات أيبانشين التي لا أستطيع دخولها طبعا وتابعتك خطوة خطوة أثناء سيرك مع الجنرال أنا رهن أوامرك يا أمير لك أن تتصرف بي كما تشاء إنني مستعد أن أضحي بنفسي بل وأن أموت إذا لزم ذلك الأمر ولكن لماذا؟ لأن مبارزة ستحدث حتما إن هذا اليطنو مولوف سوتوف وأنا أعرفه لا معرفة شخصية لن يبلع الإهانة وهو ينظر إلى أمثال رجويين وأمثال نظرة إلى أوغاد طبعا ولعله في هذا على حق فستكون أنت المسؤول اتجاهه إذن لا بد من دفع الثماني يا أمير وقد سمعت أنه استعلم عنك ولا بد أن يجئك في الغد أحد من أصدقائه هذا إذا لم يكن في انتظارك بمنزلك منذ الآن فإذا شرفتني باختياري شاهدا فإنني مستعد حتى لتحمل خطر السجن من أجل أن أقول لك هذا إنما بحثت عنك يا أمير صاح الأمير يقول وهو ينفجر مقهقها على دهشة شديدة من كيلالر أأنت أيضا تجيء لكي تحدثني عن مبارزة؟ وبلغ من شدة الضحك أنه أمسك أضلاع صدره أما كيلالر الذي بدى عليه أنه كان كالواقف على رؤوس الأبري ما لم يقم بواجبه فيعرض على الأمير أن يختاره شاهدا فإنه يكاد يشعر بأنه يهان بهذا الضحك الغزير من الأمير تذكر يا أمير أنك قد قبضت على دراعيه في أصيل هذا اليوم ما من رجل شريف يمكن أن يحتمل هذا ولا سيما إذا حدث على مرأة من الناس صاح الأمير يقول وهو ما يزال يضحك لكنه لكمني في صدري لكمة قوية ولا داعي إلى أن نقتتل فسأعتذر له فينتهي كل شيء وإذا كان لابد من الاقتتال فسوف نقتتل ألا فل يلجأ إلى السلاح أنا لا أطلب خيرا من هذا ها ها إنني أعرف الآن كيف أحشو مسدسا تصور أنني علمت هذا منذ بره تجد حشو مسدس يا كيلالر يجب أولا شراء بارود من بارود المسدسات أي بارود لا يكون رطبا بل جافا ولا يكون خشنا كالبارود الذي يستعمل في حشو المدافع فإذا اشتريت البارود ووضعته في ماصورة المسدس قبل كل شيء ثم انتزعت لبادا من إبزيم أحد الأبواب ثم وضعت الرصاصة بعد اللباد حذر أن تضع الرصاصة قبل البارود لأن الرصاصة لن تنطلق عند إيدين هل فهمت يا كيلالر؟ الرصاصة لن تنطلق ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه لقد عرضها علي أمسني الأول بسعر قال إنه فرصة فاشتريتها منه كلها حدث هذا غدا توصولي لسوف أجمع حفلا بكامله قل لي هل ستنام هذه الليلة كالعادة يا أمير أتمنى لك إذن أحلاما جميلة ها 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 وقطع الأمير الشارع وغاب في الحديقة تاركا كيليلر في حيرة وبلبلة وشيء من خيبة الأمل إن كيليلر لم يسبق له أن رأى الأمير في حالة نفسية كهذه الحالة غرابة لا ولا كان في وسعه أن يتخيله في هذه الصورة قال كيليلر يحدث نفسه لعله مصاب بحمى فإنه رجل عصبي قد أثرت فيه هذه الأحداث كلها ولكنه لم يخف حتما يا إلهي إن أمثال هذا الإنسان لا يهابون هم شامبانيا هذا خبر شائق 12 زجاجة دستة زجاجات مؤونة محترمة أراهن أن لبي ديف قد أخذها من أحد الذين يقترضون منه مالا على رهن هم الحق أنه لطيف هذا الأمير يمينا إنه نوع الرجل الذي يعجبني على كل حال ليس هذا أوان التردد فإذا كان هناك شامبانيا فيجب انتهاز الفرصة لقد كان صحيحا في الواقع أن الأمير كان في حالة قريبة من الحمى ظل يطوف مدة طويلة في ظلومات الحديقة واكتشف أخيرا أنه يذرع ممرا من ممرات الحديقة بين الأشجار شعر أنه قد قطع هذا العمر ثلاثين أو أربعين مرة بين الدكة وبين شجرة قديمة مرتفعة يسهول تعرفها تقع على بعد مئة خطوة أما أن يتذكر فيما كان يفكر أثناء هذا التجوال الذي دام ساعة على الأقل فلقد كان يستحيل عليه ذلك لو أراده ولو أراده ثم إنه قد اهتدى إلى فكرة سرعان ما جعلته ينفجر ضاحكا على حين فجأة ولم يكن في الفكرة ما يضحك مع ذلك غير أن كل شيء كان يثير فيه الضحك الشديد خطر بباله أن افتراض نشوب مبارزة ربما نبتت في رؤوس أخرى غير رأس كيللر وأن الدرس الذي ألقي عليه في طريقة حشو المسدس لم يكن إذن ثمرة مصادفة فقال يحدث نفسه فجأة وهو يتوقف كأنما باغتته فكرة أخرى عجيب منذ قليل حين نزلت إلى الشرفة ووجدتني في ذلك الركن أذهلها أن تراني هناك وابتسمت وكلمتني عن الشاي ولكن الرسالة كانت مع ذلك في يدها هذا دليل قاطع على أنها لم تكن تشك في أنني هناك على الشرفة فما الذي أدهشها إذن؟ ها 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 واستل الرسالة من جيبه فقبلها ولكنه سرعان ما توقف وشرد فكره ثانية وقال يحدث نفسه بعد دقيقة بلهجة فيها ألم أمر غريب جدا نعم غريب جدا إنه في لحظات الفرح الشديد يشعر دائما بالحزن يجداح قلبه لا يدري هو نفسه لماذا وألقى حواليه نظرة متحيرة وأدهشه أن يكون قد جاء إلى هذا المكان وشعر بتعب شديد وإعياء قوي فاقترب من الدكة وجلس عليها كان يرين على الجو حوله صمت عميق إن الموسيقى قد انقطعت في الفوكس هول ولعل الحديقة كلها خلت من أي إنسان الليل ساجن هادئ رطب مضيء هي ليلة من ليالي بيترسبورغ في شهر حزيران يونيو غير أن الحديقة الكثيفة الظليلة في ممر الأشجار الذي كان هو فيه كانت تامة الظلمة تقريبا لو قال له أحد في تلك اللحظة إنه عاشق وإنه موله لرفضه مذهولا مشدوها ولربما مستنكرا مستاءا ولو أضاف أحد إلى ذلك أن الرسالة الصغيرة التي كتبتها له أجلايا هي رسالة غرام ودعوة إلى لقاء غرامي لحمر خجلا عن صاحب مثل هذا الافتراض وربما دعاه إلى مبارزة كان صادقا في هذا كل الصدق وإنه لم يراوضه فيه شك واحد يوما من الأيام ولا ساوره أي لبس في أن تحبه هذه الفتاة بل وفي أن يحبها هو نفسه فلو خطرت بباله فكرة كهذه الفكرة ورأل ملأته شعورا بالخزي لقد كان يرى أن احتمال أن تحب فتاة رجلا مثله شيء شذ غريب وكل ما يمكن أن تشتغل عليه هذه القضية من واقع لا يعد أن يكون شيطنة من الفتاة وهي شيطنة كان الأمير يقبلها غير مكثرث ولا عابئ لأنه كان يراها من طبيعة الأمور فما ينبغي أن يهتز لها أو أن تثير فيه أي انفعال وكانت مشاغله وهمومه منصبة على موضوع آخر مختلف كل الاختلاف لقد صدق الجنرال تصديقا كاملا حين كشف له الجنرال أقوى له عرضا أثناء الانفعال أنها تضحك على الجميع وتضحك عليه هو خاصة الأمير لم يجرح شعوره هذا الكلام ولم يؤلمه أي إيلام كان في رأيه أن الأمر لا يمكن أن يكون غير هذا الشيء الأساسي في نظره الآن هو أنه في الصباح الباكر في الغد سوف يراها إلى جانبه على هذه الدكة الخضراء وسوف يتأملها مصغيا إلى ما ستقوله عن طريقة تعبئة المسدسات ولم يكن في حاجة إلى أكثر من هذا مرة أو مرتين تساءل عن الموضوع الذي تريد أن تكلمه فيه وعن تلك المسألة الهامة التي تعنيه مباشرة ما عساها تكون على أنه لم يراوضه في لحظة من اللحظات أي شك في حقيقة هذه القضية الهامة التي ضربت له موعدا من أجلها ولكنه لا يكاد يفكر الآن في هذا الأمر ولا كان يغريه أن يتلبث عليه بذهنه وكان لهذا وقع كوقع خطو بطيء على الرمل إلى الممر بين الأشجار يجعله يرفع رأسه وهذا رجل يصعب تمييز قسمات وجهه في الظلام يقترب منه ويجلس إلى جانبه ما للأمير على الرجل حتى يكاد يلمسه فإذا هو يرى وجه رجويين أصفرا شاحبا جمجم رجويين يقول من بين أسنانه قدرت أنك تحوم هنا في مكان ما هذه أول مرة يلتقيان فيها منذ لقائهم الأخير في ذيهليز الفندق وقد بلغ الأمير من الدهشة لظهور رجويين المباغت الذي لم يكن في البال أنه لبت مدة من الوقت شارد اللب لا يستطيع أن يتوب إلى رشده إن إحساسا كاويا قد شب في قلبه وأدرك رجويين الأثر الذي أحدثه في الأمير ورغم أنه بدأ في أول الأمر مضطربا فقد تكلم بيوسر كأنه مصطنع لكن الأمير لم يلبت أن لاحظ أن الأمر ليس اضطرابا ولا اصطناعا إن كان في حركاته وفي حديته خراقا فإن ذلك ليس إلا مظهرا أما في قرارة نفسه فإن هذا الرجل لا يمكن أن يكون قد تغير سأله الأمير ليقول شيئا ما كيف أمكنك أن تكتشفني هنا؟ أعلمني كليلا قائلا ذهب إلى الحديقة مررت ببيتك فقلت لنفسي هذا حسن نيلت المطلوب ماذا تعني بقولك؟ نيلت المطلوب كذلك سأله الأمير في قلق فابتسم الرجويين ابتسامة ماكرة وتهرب من الشرح قائلا تلقيت رسالتك يا ليون نيكولايفيتش لا فائدة من تكليف نفسك هذا العذاب كله في غير طائل أنا الآن آتي إليك رسولا منها إنها تطلب منك أن تذهب إليها حتما هناك شيء مستعجل تريد أن تقوله لك حتى إنها تنتظرك في هذا اليوم نفسه سأذهب إليها غدا أنا الآن عائد إلى البيت فورا هل تجيء معي؟ على ما أجيء معك لقد قلت لك كل شيء أستودعك الله سأله الأمير في رفق ألن تجيء إذن؟ إنك لا رجل عجيب يا ليون نيكولايفيتش لا يملك المرء إلا أن يجدك باعثا على الدهشة والاستغراب قال رجويين ذلك وابتسم ابتسامة ماكرة سأله الأمير بحرارة ولكن بشيء من الحزن أيضا لماذا هذا الكلام؟ من أين جاءتك هذه العداوة لي الآن؟ لماذا تبغضني هذا البغض كله؟ هأنت دا ترى أن جميع تخميناتك كانت لا تقوم على أساس على أنني كنت أقدر أن قرحك لي لم ينقضي وهل تدري لماذا؟ لأنك حاولت قتلي ذلك هو السبب في أن مقتك باقي لا يزول أما أنا فأقول لك إنني لا أعرف إلا بارفيون رجويين واحد هو ذلك الذي تأخيت معه في ذلك اليوم حين تبادلنا صليبين لقد كتبت لك هذا في الرسالة التي بعثتها إليك أمس من أجل أن تنسى حتى لحظة الهديان تلك فما تكلمني عنها بعد الآن قط لماذا تبتعد عني؟ لماذا تخبئ يدك؟ أكرر لك أنني أرى أن ما حدث في المرة الماضية لم يكن إلا لحظة جنون وهديان إنني أقرأ في نفسك الآن كل ما جرى ذلك اليوم كأنني أقرأ في ذات نفسي إنما تخيلته لم يوجد ولا كان يمكن أن يوجد فلماذا العداوة بيننا إذن؟ قال رجويين ضاحكا ساخرا من جديد في الجواب على الكلمات التي انطلقت من الأمير عفو الخاطر بلا تصنع ولكن أأنت قادر على أن يكون في نفسك عداوة؟ وكان رجويين يقف على بعد خطوتين من الأمير مخفيا يديه حقا وأضاف يقول ختاما للحديث بلهجة بطيئة رصينة أصبح يستحيل علي استحالة تامة بعد الآن أن أختلف إليك يا ليون نيكولايفيتش أتكرهني إذن إلى هذا الحد؟ لا أحبك يا ليون نيكولايفيتش فعلى ما أختلف إليك هاي يا أمير إن لك من الطفل كل صفاته إذا أراد لعبة أرادها فورا ولكنه لا يفهم من أمرها شيئا إن كل ما تقوله لي الآن قد كتبته أمس في رسالتك كما هو ولكن أأنا لا أصدقك؟ بلى إنني أصدق كل كلمة من كلماتك إنني أعلم أنك لن تخدعني في يوم من الأيام وأنك لن تخدعني أبدا ومع ذلك لا أحبك لقد كتبت لي إنك نسيت كل شيء وأنك تتذكر رجويين الذي بادلته صليبك لا رجويين الذي أشهر عليك خنجران ولكن من أين تعرف عواطفي؟ قال ذلك وضحك ضحكة ساخرة من جديد لعلني منذ اليوم لم أشعر بالندم على فعلتي مرة أخرى بينما أنت أرسلت إلي غفرانك الأخوي ولعلني في مساء ذلك اليوم نفسه قد انصرف فكري إلى شيء آخر تماما ونسيت ذلك الأمر بهذا أكمل له الأمير جملته وأرضف يقول أقدر هذا بل إنني لأراهن على أنك ذهبت توان إلى المحطة فركبت القطار إلى بافلوفيسك وجئت تسمع الموسيقى وتبعتها وتجسست عليها في الجمهور كما فعلت اليوم أتظن أنك أدهشتني؟ ولكن لولا أنك كنت عندئذ في حالة نفسية لا تسمح لك أن تفكر إلا في شيء واحد لكان من الجائز أن لا تشعر علي خنجارك لقد أوجست ما ستقدم عليه من فعلة منذ الصباح حين رأيت وجهك أتعرف ما الذي كان يلوح في هيئتك على هذه الفكرة قد ومضت في ذهني لحظة تبادلنا فيها لصليبين لماذا أخذتني في تلك اللحظة إلى أمك العجوز؟ هل كنت تأمل أن توقف بذلك ذراعك؟ لا 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 يمكن أن يكون هذا ما خطر ببالك إنك مثلي قد أحسست إحساسا فحسب لقد أحسنا إحسانا واحدا لولا أنك أشهرت علي يدك والله هو الذي حولها أكان يمكنني أن أحتمل اليوم نظرتك؟ لقد اشتبهت فيك ومعنى ذلك أننا ارتكبنا كلانا اثم الريبع لا تقطب حاجبك لماذا تضحك؟ تقول إنك لم تندم ألا إنك ما كنت لتستطيع أن تندم لو لا ولو أردت لأنك لا تحبني زيادة على ذلك حتى لو كنت إزاءك بريئا كما لك لما أمكنك أن تطيق احتمالي وستبقى على هذه الحال ما ظللت تظن أنها لا تحبك أنت بل تحبني أنا هذه غيرا ولكن إليك الفكرة التي شغل الذهني من خلال هذا الأسبوع والتي أحرص على أن أطلعك عليها يا بارفيون هل تعلم أنها تحبك الآن أكثر مما تحب أي إنسان آخر وأن حبها من نوع يجعلها تحبك مزيدا من الحب لن تقول هي هذا في يوم من الأيام ولكن يجب على المرء أن يعرف كيف يفهمه لماذا تريد أن تتزوجك رغم كل شيء؟ سوف تكشف لك عن هذا في ذات يوم إن من بين النساء من يريد أن يحبهن الرجل هذا النوع من الحب وهي واحدة من هذه النساء لا شك في أن طبعك وحبك قد فتناها هل تعلم أن في وسع إمرأة أن تعذب رجلا تعذيبا قاسيا وأن تتخذه أضحكة وأن تجعله موضع سخرية وتهكم دون أن يشعر ضميرها من ذلك بأي عداب ذلك أنها كلما رأتك تقول لنفسها سوف أعذبه الآن تعذيبا قاتلا ولكنني سأعوضه عن هذا في المستقبل حبا أصغر رجويين إلى كلام الأمير حتى النهاية ثم إذا هو ينفجر ضاحكا ويسأله قل لي يا أمير أتراك وقعت أنت نفسك على إمرأة من هذا النوع هل ما سمعته عنك صحيح؟ فارتعش الأمير باختلاجة مفاجئة وسأله فجأة ماذا؟ ماذا سمعت عني؟ ووقف وقد استبد به إذ ثراب هائل ظل رجويين يضحك كان قد أصغى إلى كلام الأمير بشيء من حب الإطلاع وربما من شيء من التلدد إنما كان يبدو في الأمير من مزاج مشرق وحماسة حارة قد أضطر فيه تأثيرا قويا وسر عنه كثيرا قال لم أسمع عنك فقط وإنما أقتنع الآن وأنا أراك أن ما سمعته هو الحقيقة هل تكلمت في لحظة من اللحظات كما تكلمت في هذه اللحظة؟ لكأن رجلا آخرا كان يتكلم الآن بلسانك لولا أنني سمعت عنك شيئا من هذا القبيل لما جئت إلى هنا ساعيا إليك في الحديقة وقد انتصف الليل لا أفهم البتة يا بارذيون سيمونوفيتش لقد شرحت لي أمرك منذ مدة طويلة واستطعت أن أتحقق من صدق شروحها حتى رأيت لقد شرحت لي أمرك منذ مدة طويلة واستطعت أن أتحقق من صدق شروحها حين رأيت في هذا اليوم المرأة التي كنت جالسا إلى جانبها أثناء سماع الموسيقى لقد حلفت لي أمس واليوم أنك موله بحب أجلا يا إبانتشينا لقد حلفت لي أمس واليوم أنك موله بحب أجلا يا إبانتشينا وهذا أمر لا يعنيني كثيرا يا أمير ولا علاقة له بشأني فلئن أصبحت أنت لا تحبها فإنها هي ما تزال تحبك هل تعلم أنها تريد أن تزوجك الأخرى مهما كلف الأمر؟ لقد حلفت لتفعلن ذلك ها 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 قالت لي لن أتزوجك ما لم يتحقق هذا ويوم يذهبان هما إلى الكنيسة نذهب نحن أيضا هذا شيء لا أفهمه ولا استطعت أن أفهمه يوما فإما أنها تحبك حبا لا حدود له وإما ولكن إذا كانت تحبك فكيف يمكن أن تريد تزوجك إمرأة أخرى؟ وهي تقول أيضا أريد أن أراه سعيدا إذن فهي تحبك؟ قال الأمير وقد أصغى إلى رجويين متألما قلت لك وكتبت أنها لا تملك عقلها كاملا الله أعلم قد تكون مخطئا في هذا على كل حال حين استحبتها اليوم عائديني من سماع الموسيقى حددت لي اليوم قائلة سنتزوج حتما بعد ثلاثة أسابيع وربما أقل من ذلك حلفت على ذلك أمام الأيقونة وقبلتها هكذا يكون الأمر الآن مرهونا بك متوقفا عليك يا أمير ها 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 هذا كله هذيان إنما تتنبأ لي به لن يحدث أبدا لن يحدث أبدا سوف أجيء إليك غدا قال رجويين كيف تستطيع أن تقول إنها مجنونة لماذا تكون سليمة العقل في نظر جميع الناس وتكون مختلفة في نظرك وحدك كيف كان يمكنها أن تكتب رسائلا إلى هناك ولو كانت مجنونة لا لوحظ ذلك من قراءة رسائلها سأله الأمير مرتاعا أي رسائل إنها تكتب رسائلا إلى هناك إلى الأخرى وهذه تقرأ رسائلها ألا تعرف هذا سوف تعرف إذن ستريك الرسائل هي نفسها حتما هتف الأمير قائلا مستحيل مستحيل تصديق هذا هي أرى ليون نيكولايفيتش أنك ما زلت في بداية الطريق انتظر قليلا لسوف تصل من الأمر إلى حيث يصبح لك شرطة خاصة تكلفها بالتجسس وإلى حيث تتولى الحراسة بنفسك نهارا وليلا فتعرف كل خطوة تتم متى؟ صاح الأمير يقول كفى ولا تكلمني في هذا مرة أخرى أبدا اسمعي بارفيون قبل وصولك بلحظة كنت أتطوف هنا وفجأة أخذت أضحك دون أن أعرف لماذا تذكرت أن غدا هو عيد ميلادي والليل يشك الآن أن ينتصف فتعالى انتظر معي صبح هذا اليوم عندي خمرة سوف نشرب وسوف تتمنى لي ما لا أملك أن أتمناه لنفسي في هذه اللحظة عنك أنت إنما يجب أن يصدر هذا التمني لي أما أنا فسوف أتمنى لك السعادة الكاملة إذا لم تقبل أن تجي أمعي فهات صليبي رده إلي إنك لم ترجعه إلي في اليوم التالي ما أنت تحمله الآن أجاب رجويين نعم أحمله إذن تعالى لا أريد أن أدخل حياة جديدة بدونك وإن حياة جديدة لا تبدأ بالنسبة إلي ألا تعلم يا بارفيون أن حياتي الجديدة قد بدأت اليوم الآن أرى وأعرف بنفسي أنها بدأت وسوف أبلغها هي ذلك لست في حالتك الطبيعية يا ليون نيكولاي فيتش